أقيمت خطبة وصلاة الجمعة في جامع الفاتح بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين لا يتجاوز خمسة أشخاص مع التزامهم بلبس الكمامات وتحت رقابة الجهات الصحية المختصة يأتي ذلك في ضوء التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفي ضوء توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 وذلك لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس منها وثمن رجال دين التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي يبعث الأمل في النفوس لعودة الشعيرة بعد التوقف لمدة خمس جمعة وأكد رجال دين أن قرار إقامة صلاة الجمعة في جامع الفاتح بخطبة مذاعة عبر وسائل الإعلام يأتي في سياق الاستفادة العلمية من الخطبة أسوة بالحرم المكي الشريف لكن يبقى أداء الصلاة في البيوت ظهرا بأربع ركعات ولا يجوز أن يؤتم بالإمام من خلال التلفزيون ترجمة نانسي قنقر